اشتركوا في القناة 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 فيها كبل فرشيطة بالاقل يعني بشدو بالزبدة في نفس الوقت باش كما قدكم نفتح هدوك الكراكب ومبزدت ثقيتو بالماء اللي مرة تانية دايما كاس الى ربع خلطتو بهذا الشكل وراني عمامتو نفتح في الكراكب وراح نزيد نخليه يشرب حتى يبصر بهذاك الماء والمارق راهو الطجوغ يغلي يعني لازم نخلي المارق يغلي 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 حتى يختار هيك المارق تحوم يجي خاتر بزيب هنا يا بعد مشرب هدوك المارا نفتح فيه بهذا الطريقة تحطيتو في الكس كاس بهذا الشكل وزيد تحطيتو يفور للمرة الثانية والاخيرة وقبل ما نحطوه حطيت البطاطا لانو كما لابدكم البطاطا ما تاخدتي وقت كبير في الطياب في نفس الوقت باش تبصر به الحمودية اللي بقات انتع الطماطم والمارق راهو اختار كما شدتو وهنا بعد ما فار الكس كسي وفتحتو زلت له شوية من هاديك اللاصص كما را كما تلاحضوا تقريبا كما ندروحنا شخشوخة انتعنا نسقيوها باللاصص وانتحها ابخي نجمروها وشنو الكسي مري تجمرش يعني هنا بعد ما فار الكسي وفتحتو باللاصص خليتوها كاك شوية تشربها وبعد اخديت صحنة التقديم حطيتو فيها وبديت نسقي فيها شفو كيف اشتجي لاصصتها وخوي ترى تهبل تهبل القمة جا في منتهى الروعة هذا يعني هذا لا يعني ان الكس كسي تعنا مش مليح الكس كسي الجزائري كذلك رائع في قمة الروعة ولكن هذا لا يمنع انه نتعلموه من يعني من اخواتنا المهم هنا يا قدرت لا ديكو غاثنور كما نقول حاجة لي سامبل فقط وهذه هي ان شاء الله حتى انتم ما يعني تجربوه وينال اعجابكم نقولكم حبيبتي هذا هو الفيديو امتال يوم اترككم في رعاية الله وحفله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة